مؤشرات اقتراب معركة الجنوب السوري في تصاعد مستمر مع رفع فصائل الجيش السوري الحر هناك لحالة الجهزية وإعلانها الاستنفار ومع ارتفاع وطيرة استخدام النظام السوري لمزيد من التازيزات العسكرية إلى جنوبي البلاد وتحديدا شرقي درعا خلال الأيام الثلاثة الماضية وتركز قوات النظام ثقلها الأساسي في مناطق الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا والتي وصلت تباعا إلى تخومها أكبر التعزيزات العسكرية لها قوات النظام بدأت المهاجمة فعلا بمحاولات تقدم في مناطق محدودة بداية من الكتيبة العسكرية وهي تفصل بين مناطق سيطرة النظام غربي درعا ومناطق المعارضة شرق درعا وتقع بالقرب من قرية يمسيتشا وحران شرقي بلدة بصر الحرير التي تسيطر عليها المعارضة ويتوقع أن تكون ميدان معركة خلال الفترة المقبلة ويبدو واضحا وفق هذه المعطيات أن قوات النظام السوري تتبع أسلوب تقطيع الأوصال الذي استخدمته في معارك سابقة ضد المعارضة السورية آخرها في الغوطة الشرقية إذ إن محاولات تقدمها حاليا من مواقع تمركزها غربي السويداء نحو شمال شرقي درعا تهدف لفصل منطقة اللجاء الواسعة عن باقي مناطق سيطرة المعارضة بريف درعا الشرقي وهو ما يعني حصار اللجاء المنطقة التي تعرف بوعورة تضاريسها الجغرافية ما كان قد سهل على الجيش الحر السيطرة عليها تدريجيا والتمركز فيها منذ ست سنوات تقريبا وظهرت أمس مؤشرات إضافية لاحتمال اشتعال جبهة أخرى في درعا وهي في الريف الشمالي الذي تعرضت فيه بلدتا الحارة وكفر شمس لقصف من مدفعية النظام الأمر الذي أخلق بعض السكان المحليين هناك وأدى للنزوح نحو مئتي عائلة من الحارة نحو مناطق سيطرة المعارضة في جنوب شرقي محافظة القنيطرة المتاخمة لشمال غربي درعا وقد ردت فصائل الجيش الحر على قصف الحارة وكفر شمس باستهداف مقالة إنها مقرات عسكرية لميليشيا حزب الله في قرية دير العدس الواقعة ضمن ما يعرف بمثلث الموت وهو التقاء أريا في محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة ترجمة نانسي قنقر